إثيوبيا في الخطوات اللي أعلنت علىها ورفض جميع الاتفاقات زي ما هي رفضة جميع المفاوضات والاتفاقات هيكون إيه الخيارات المتاحة قدام مصر الخيارات المتاحة قدام مصر خيارين الخيار الأول واضح وتم الإشارة إليه أنه سيتم اللجوء لمجلس الأمن باعتبار أن هذا العمل مهدد للسلم العالمي والإقليمي ومصر بشكل ما هناك دعم دولي وخاصة أمريكي في تعنت أثيوبيا ضد الوساطة الأمريكية وربما تدخل مجلس الأمن يصدر قرار بوقف بناء السد والملء فهذا خيار سريع الخيار الثاني اللجوء للتحكيم الدولي هو خيار سيحتاج إلى وقت أطول ولكن أيضا مطروع على طولة المفاوضات والخيار الذي لا نحب جميعا أن يحصل أن تتاج أثيوبيا بقرار منفرد إلى ملء السد في فترة الصيف ينتج عنه حالة جفاف شديدة جدا أعتقد لن يكون أمام صانع القرار السياسي المصري تحت الضغط الكبير إلا الدفاع عن الأمن القوم المصري بشكل من الأشكال فأعتقد سيناريوهات ثلاثة واضحة إما لجوء لمجلس الأمن إما لجوء للتحكيم وفي حال التعانية الأثيوبيا وخسارة كل حلفاء أثيوبيا سيكون ربما التدخل المصري الخشل له غطاء أخلاقي بعد بزل كل المحاولات بدء من عام 2015 و2016 و2017 شكرا